التقى قائد المنطقة العسكرية الثانية لواركن طالب بارجاش بمكتبه المدير العام لمديرية مدينة المكلة العميد ركن عبدالله بايعشوت وفي مستهل اللقاء هنال عميد بايعشوت لواركن طالب بارجاش توليه مهام قائد المنطقة العسكرية الثانية متمنيا له التوفيق والسداد مبديا استعداد السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلة على التنمية والتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين لما فيه خدمة الصالح العام لمديرية مدينة المكلة بشكل خاص وحضر موتها بشكل عام من جانبه رحب بارجاش بهذه الزيارة شاكرا له مشاعره الطيبة واستعداده لخلق علاقة مشتركة بين الجانبين مبنية على التعاون وتعزيز العمل التنائي وترشيده لخدمة المجتمع